موسيقى ساحة التحرير مرفوض نعيم السهين مرفوض موسيقى ساحة التحرير مرفوض نعيم السهين مرفوض موسيقى ساحة التحرير مروض موسيقى السلام عليكم. احنا مستشفى البصرة التعليمي. انا احد ممتسبي. هاي المستشفى. طبعا لناشدكم. لان تعقيم ماكو. ماسكات ماكو. طبعا نشوف هذا السرير. انا رح متعمل اراكم اياه. على مودة شوفوني. هذا السرير. كانت بعدنا مصابة بالكورونا قبل شوي. طلعوا برا. يعني هاد هسا يجي اي واحد مراجع يقعد عليه تلقائيا. وما حاطين عليه اشارة وخاطين عليه علامة. مجرد السرير. فسجوا المراجعين المغرب او بالليل يكلموا عليه. كم واحد راح ينعجي. وكم واحد راح يسير به كورونا. السلام عليكم. وزيرة الصحة. مدر وزيرة الصحة. رحمة الوالدية خلصنا من هاي المصيبة. كمامة يبيعونها بخمسمائة دينار شنة تشتريها. هسا بلف دينار. هذا البطل. ما اللي ديتوه التعقيم. بلف دينار. هسا يبيعونها يمنى ببغداد بالشعلة. يبيعونها بلفونص بلفين. شنه الاستغلال. اخابر عن نجدة. يذبنا على وزارة الصحة. اخابر على وزارة الصحة. يذبنا على النجدة. واحد يذبنا على الثاني. شوفونا تشارة. شوفونا تشارة. مصيبة وقعت علينا. وانتم النوب همه. والصيدليات تستغلون الوضع. وصعدون هاي المواد ليش. الله لا يوفقكم. الله لا يوفق كل واحد ظالم. أهلا بكم معزنا المشاهدين في حلقة جليدة من برنامجكم وصوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. أعلنت وزارة الصحة قبل قليل تسجيل اليوم. 14 حالة جليدة بفيروس كورونا. ليكون المجموع 124 حالة في عموم العراق. كما تم إعلان حالة أو حضر التجوال في العاصمة بغداد. بدءا من يوم الثلاثاء. الثلاثاء لغاية أسبوع كامل. كذلك تراجعت رئاسة الجمهورية في العراق عن طلب إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة ثلاثين يوما عبر رسالة وجهتها إلى البرنامان لاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا. وأشارت مصادر في الرئاسة إلى أن المقترح ما زال قيد النقاش. مضيفة بأن هذا الإجراء سابق لأوانه كما قالت. وأن حالة الطوارئ لم تقر بعد. مستدركة بالقول بأن هناك نقاشا بشأن هذا الموضوع. وأن الإجراءات ستتم بناء على توصيات خلية الأزمة برئاسة وزارة الصحة. طبعا يذكر بأن بعض المحافظات العراقية أعلنت فرض حضرة تجوال كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس المستجد. بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات والتي وصلت كما أشترنا قبل قليل إلى 124 حالة. طبعا لجنة الصحة النيابية طالبت بإعلان حالة الطوارئ في العراق وتعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية بسبب وباء كورونا. وقالت اللجنة بأن المطالبة بتعطيل المؤسسات هو من أجل السيطرة على خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد. ويشار إلى أن بعض المحافظات كما أشترنا أعلنت حضرة التجوال كإجراء وقائي لمنع انتشار وباء كورونا. بعدما سجل العراق ارتفاع في عدد الإصابات ليصل إلى 124 إصابة. طبعا دائرة الصحة السليمانية أعلنت عن تسجيل إصابة جريدة بوباء كورونا. وفي سياق متصل حذرت منسقية منظمة الصحة العالمية في العراق من مرور البلاد بأيام قادمة حرجة بسبب انتشار فيروس كورونا. اليوم أربيل حضرت تجوال معروف. نينا وكذلك آلنت حضر التجوال. مفوضية حقوق الإنسان في العراق دعت إلى تعطيل الدوام لمدة أسبوعين. عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي قال بأن على الحكومة تعطيل الدوام لمدة 14 يوم. وإجزام المواطنين بالبقاء في دورهم والبدأ في حملات تعقيم ميدانية للحفاظ على حياة المواطنين من خطر انتشار الفيروس. وأعلنت كل من محافظات صلاح الدين وكربلاء بدأ حضر التجوال اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل. ولمدة ثلاثة أيام منعا لتفشي فيروس كورونا. طبعا نحن نرى لقطات مصورة الأوضاع في الناصرية مع بدء الساعات الأولى لتطبيق حضر التجوال وسط المدينة وكذلك في أربيل. رح نشوفها بعد قليل في فاصل وسط. نشوف كيف هو الحال في أربيل. لمدة ثلاثة أيام كإجراء أولي لمواجهة انتشار الفيروس. طبعا هذا يعني حتى المواطنين الأعزاء يلتزمون بهذا الحظر. وكذلك يلتزمون بالمحافظة على نظافة البيوت ونظافة يعني المواطن والأطفال وكبار السن. وأخذ الاحتياطات. يعني احنا تكلمنا تقريبا قبل أكثر من أسبوعا. إنه يجب على المواطنين في العراق أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي. ربما إنه نسأل الله أن يبعد عنه وأن يكشف عنه هذا الوباء. ولكن الاحتياط واجب. الأخذ بالأسباب واجبة. عدم التجمع. عدم الاختلاط. الخروج للضرورة فقط. الالتزام في البيوت. يعني هذه إجراءات يجب على كل مواطن في العراق أن يقوم بالالتزام بها. معنا اتصال. أبو علي من ميسان. تفضل أبو علي. أبو علي. تسمعني. السلام عليكم. وعليكم السلام رحمة الله. حياك الله أبو علي. تفضل أبو علي. الله محييك. الله سلمك. الله سلمك ويخليك ويحفظك. نعم. أبو علي. أنت عندك. أنا والد. نعم. يمكن عندك ابن مخطوف. نعم. أنا والد المحام المخطوف. علي كاسب من محاورة نيشان. حياك الله. الله محييك. نعم. شو وقت الخطف وبيامه كان انخطف أبو علي. الخطف يوم ثمانية عشرة محافرة نيشان في قلب محافرة نيشان في منطقة عواشة قرب هيئة الحيث الشهبي. نعم. انخطف من قبل مجموعة مسلحة تابعة إلى أحد الفصائل المسلحة اللي تابعة إلى هيئة الحيث الشهبي. نعم. القضية معلومة والجاع الخاطف محلومة من قبل الدولة. نعم. سواء عن عندي الأمم الوطني أو آآ. العجزة الأممية الأخرى والقضاء العراقي. قدم حجم. ولكن أكو تواطئ للأسف. وصاح من يوم وثمانية عشرة. ولحد الآن ماكو أي نتيجة. نعم. نعم. زيان أبو علي. انتو راجعتوا شرطة. راجعتوا محكمة. راجعتوا الحشد نفسه. شان ردهم. يا الله. ما خلينا مكحمر. ما خلينا مكان ما دقينا باب. ولا خلينا محكمة. ولا خلينا مركز شرطة. ولا خلينا آخر شيء. يعني من بعد. عجزة. يعني فترة من يوم وثمانية. أنت قلت لي يوم ثمانية عشرة الفين و تسعة عش. نعم. نعم. الله يعينكم. أي وتالي يعني شنو الرد من الحشد ما يقول لكم. ليس يمنى. لو شنو؟. الإجراءات. الإجراءات عبارة عن مشاجرة بسيطة. وكأنما يعني مشاجرة عادية. نعم. بحي تشوفهم القضية. ودوبهم القضية. وكلا أولا كأنما محامي ومخطوف. يعني صارت مشاجرة بين علي ابنك وبين أحد من الحشد. مو؟ لو شنون؟ أبو علي. تسمعني أبو علي؟ أبو علي؟ يبدو أننا فقرنا الاتصال مع أبو علي. من ميسانيارات أنه يعاود الاتصال حتى نقدر نفهم من عند أكثر ابن مخطوف من العام الماضي يوم ثمانية عشرة ومن أمام مقر هيئة الحشد كما قال أبو علي وهو محامي ومعروف طبعا يعني علي جاسب إذا نشوف في تويتر أو فيسبوك أنه صار من يوم ثمانية عشرة ولغاية الآن أهلا ما يعرفون مصيرة. ما يعرفون مصيرة. كلما يروحون على مكان مدى يندلون وين صار. هل هو مزجون بمذكرة قضائية؟ هل هو محتجز عند الميليشيات؟ ما أحد يعرف. ما أحد يعرف. فيارات أنه أبو علي حتى نكمل معه. نعم طبعا أظهرت بيانات الرحلات التي تظهر أو تظهر على موقع الخطوط الجوية العراقية استمرار الرحلات بين طهران ومطار بغداد الدولي. وهذه مصيبة يعني الجماعة مصممين على بقاء هذه الرحلات رغم تأكيد الحكومة إصدارها قرار بإغلاق المجال الجوي بين البلدين بسبب انتشار فيروس كورونا. يعني وكأنه يعني الخطوط ما تابع للحكومة. طبعا تشير البيانات والمقاطع اللي دي نشوف ها والصور بأن أكثر الوجهات الإيرانية تجاه العراق مبرمجة إلى مطار النجف الدولي بينما لم تعلق الرحلات الجوية الإيرانية نحو العراق وبقية سارية حتى نهاية أذار الحالي دون أي تغيير أو أو إلغاء. أبو علي من ميسان يعاود اتصال بينا. نعم أبو علي تفضل. الله يجي تفضل. نعم. أنا سألت قبل ما ينقطع الخارق. يعني هل هو صارت مشاجرة بين أبينكم علي وأحد من الحشيد له شلون؟ نعم. نعم. كل الفصائل المسلحة اليوم مدعوما من قبل الدولة سواء بالأسلحة وبالأموال وبالسيارات. فإحنا عتب على حيات الحزب الشعبي سبقوا أنها شديد. ما خليف يعني لا دولة لا أحزاب. لا شخصيات. لا شخصيات عشائرية أو مشيتها على هذه الجهات. آخر شيء. نعم. نعم. نعم أبو علي. أبو علي تسمعني. نعم. انقطع اتصال مع أبو علي. كريم الشمري من الحلة. فضل كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هل أبيك. آني آني أشكر جدا قناتكم الكريمة على تفضلهم هذا اللقاء والبرنامج. بالحقيقة يا daron عزيز العراق لا يوجد فيه قرار. حكومة العراق لا توجد فيها قرار. حكومة عمالة عملاء لإيران. والقرار لإيران. ولذلك ي Relak. إلا معًا يируح. ليش. لأن قرار عراقي محو. آ آ آ آ تصدي لهذا اللقاء. آUm. أبو الداخلي هو عميل. وضع من سليمان ذاك الراح لاني طلل عليه على روحها ومن هذا مهد المهندس آخر وكلهم هم عملاء اليوم إحنا محتاجين قرار من الساحات والساحات موجودة القرار إلى الساحات والساحات موجودة الثوار موجودين المظاهرين الموجودين الحدود ما يتنسد أنا أقول لك كل من يقول لك الحكومة العراقية قرار بغلق الحدود ماكو ما يستدوها ولكن إن شاء الله الله إنساء الله متوجهين خلال الأيام القادمة من السلاحات إلى غلق الحدود نعم نعم كريم كريم تسمعني كريم فقدنا الاتصال مع كريم الشمري من الحلة خميس أو خميسي من الجزار تفضل خميسي خميسي تسمعني نسمعك أنا بأي تفضل أخي سنفضلك السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله يهل أبيك تفضل أخي يهل أبيك أخي نذكركم على هذه الكفات الحسنة التي أنتم ساهلون عليها برك الله فيكم وإن كل خير ولكن أنا من ذنب الملاحظين لما يحدث في العراق بأنها محرفية هزيلة بخموماتكم حيث أنها تتبعي بأنها تتويهات كورونا وتفعل لها حواجف وأكاذيب وأكاذيب لفصل المحافظات عن بعضها رغم أنها بالمقابل تفتح جميع الحدود البرية والجوية من إيران هذا خطأ فادح هذا يفضل أكاذيبهم أكاذيبهم على الشحاب العراقي أنا هي سيناريوها تاتبة تدعي بأنها تتوهل دون وقوع إصابات في هذه الأيروز كورونا للشتات رغم أن إيران هي منطقة منبوءة بهذه الأيروز وهي تفتح بالمجال البرية وتغلق المحافظات العراقية أظن أنها من هذا الجانب أنها تتغلق هذه المحافظات لسأل أسياء لسأل أسياء ماذا أدري تدفن الأموات تتعلي أسياء السرية تتعليها نعم هذا من منظم من منظري أنا كمواطن كمواطن عربي نعم هذا سبحان الله العظيم تغلق المحافظات تغلق المجال الجوي والمجال البرية هذا نتاق عظيم هي حكومة ميليتياوية فاقدة الشرعية فاقدة للعمل الخيري في نتاقها سبحان الله العظيم هذا خوبة هذا نعم أنا أشكر خميسي من الجزائر أبو زكريا من كاركوك تفضل أبو زكريا الله أحفظك أبني الله أحفظك يا أهل أبيك حياك الله الله أحفظ خلالك الكريفة المؤكرة إن شاء الله الله أحفظ الله أحفظك يحفظك يحفظك كورونا كلها تشلب كلها تشلب يعني شوف الشباب والشابات العراقيين قابلين الدنيا بتسقاط هذه الحكومة هذا الفيروس إن شاء الله يصغل على إيران وليس على العراق الله يحفظه العراق الله يحفظ شباب العراق إحنا مستقبلنا مستقبلنا مستقبل العراقيين وليس شباب العراقيين إن شاء الله الله يحفظهم الله يحفظ الله العراق الله يحفظ شباب العراق الله يحفظ شباب العراق الله يحفظ العراق يا الله يا الله ما عندها أخير دعاء كلي فايل فايلوز يوميا من التجول ونومس عارق طباط وصارت بالفين بين النجاة صارت بالفين كل حالة من الواحد والجاسيين وقرائل وقرائل الميسح ومن الله من رب العالمين اتجابون على العراق نساء الله أن يحفظ الجميع أشكرك وزكريا من كركوك معنا محمد من الناصرية فضل محمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أحييك وأحيي قناة قوم الموقرة يا أهلا بك أستاذ عمر طبعا هو هذا فيروز كورونا هم جابوا الإيرانيين جابوا إيران وطبعا هسا هي الخطوط يعني الخطوط البرية والجوية هي كلها منابذ الحدود مفتوحة زرباطية شلامشة كل يعني كل منابذ الحدود مفتوحة ولا يزال ولا يزال يعني إيران تطب وتطلع أبراحتها ولا فأنه وهسا عدنا شنو شوف شوفوا يعني شوفوا المحافظات يعني يروح الكربلة أو للنجف يمنعوني تعالي تمين يعني إحنا هسا بالعراق محافظاتنا ما نقدر نطبها أو إيران غايحة جاية وهي مضروبة بالفايروز جين وحتى خامنئي مضروب بالفايروز نبتا هو الخائد ما لم هذا المرشب آي وحده أثنين هم دولة يعني هم اللي جابوا هو الأمراض بشي احنا شنقدر نحتيه احنا شنقول نقول الحكومة خواني الحكومة هي نبسة هذا النظام الطاغي خائن يعني خائن مجرم وهو طبعا متقصد يريد يقتل العراقيين متقصد يقتل العرب لأنه حقد حقد فارسي حقد مجوسي هو بالأصل مجوسي هو وين كان هو كان بيران هو كان تائه بيران تائه بيران تارق من العراق وكان تائه بيران وكان كل عمره هذا يبيح سبح وهذا يبيح محادث ونائمين بالشارع لا عشيرة ولا كذا مدفعه عليكم تعبيرني يعني حتى عشيرة ما عكم صراح صرقه والعراق وراحه والإيران فهم عجم أو مجوس وكانوا نائمين بالشارع ويردون ينتخمون من العراق هاي وحبي هاي نقطة النقطة الثانية أستاذ عمر بالنسبة احنا أن المتظاهرين أنا رجل سراع عمره 70 سنة نعم عمره 70 سنة وما فارقت ساحات التظاهر أنا بالناصرية يومية تلك الصحة والناصرية الله يحفظك المتظاهرين المتظاهرين بالناصرية والله والله ثم والله يقسمون بالله الكريم يقولون لن يثني عزمنا هذا البيروس الفورونا ليش احنا نبقى محتصمين وأما النصر وأما الشهادة أو حتى لو حتى لو قتلوا من عدن شهداء إذا قتلوا شهيد والله يعني تظهر عليهم الآلاف يزداد عزمنا يوم بعد يوم يزداد عزمنا واليوم والشوارع طبعا يوم عندنا احنا حضر تجوان ثلاثة يام هم متواب الناصرية بس شوف اليوم الشوارع غاصل المتظاهرين الناصرية أو زاد عزمهم وزاد عزمهم أكثر وأكثر وأكثر ولا يوقفنا ولا يهمنا ولا يعرقل عملنا هذا البيروس ولا يهمنا لأن ذولة سارقين مجرمين وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق وطبعنا الله يحفظكم ويحميكم أنا أشكرك محمد الناصرية كان معنا كريم الشمبري من الحلة يعاود الاتصال بنا تفضل كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أشعر أنا قلت وأقول وأبقى مصر على أن الحكومة العراقية لا توجد هناك حكومة عراقية لا توجد هناك قرار من الحكومة العراقية الحكومة العراقية حكومة فاسدة عميلة تعمل لمرالح أقليمية لدول أقليمية ومنها إيران ولذلك الحدود على مصرعها مفتوحة وإذا حدث الوضاء فيروس كورونا في العراق فسبب الحكومة وسبب الحكومة الإيرانية نحن في ساحة قبل اليوم لنا جلسة ونقاشية حددنا العمل خلال هذه العيام أنه قبل مجموعة الممرضين الجامعين ساحة المتطوعين مفتوحة طبية أن تكون لها القيادة في مقايا من هذا المرض ويكونوا هم خلية أزمة الخاصة بالساحة وتم أقد لجنة وقائية الصحية وندوى حية أيضا لكل الذين بالساحة والإسلام بأن الإسلام واجب أبل الخليل وحتى سرسالة أنه مرتبين أنه صحيين ملتزمين بخلية الأزمة وحتى وحتى لا ننطي مجال لإقتحام الساحة من قبل قوات الأمنية أو الأزمة أو خلية الأزمة لمحافظة بابل وآني في خدمتكم في أي سؤال آخر نعم بالنسبة للتظاهرات أخي كريم بالحلة يعني إحنا اليوم نشوف مثلا في ساحة التحرير بالتحديد إحنا نشوف هناك لجان تقوم بالتعقيم من أجل الوقاية من الفيروس كورونا هل هناك إجراءات مماثلة تكون بالحلة نعم نعم أنا تحدث لك في اليوم إحنا أقدنا جلسة حوارية وتم انتخاب تم انتخاب الممرضين الجامعين المتطوعين الموجودين المرضي الطبية تم انتخاب أن يتولون هم خلية الأزمة الوقائية في الساحة وأن نلتزم كنا بقراراتهم وتم عقد ندوة رحية قبلهم لجميع الموجودين في الساحة و أو توصيات مالتهم وتم الاتزام به ومن غدا من غدا سوف يعقد اجتماع طارق الساحة وتزيد الذي سيكون في كل خيمة والباقي يرجع البيوت لمدة عشر ايام ثم نعاود بعدها للساحة حفاظا على شبابنا وحفاظا على طلابنا وحتى تتعدل أجمة بإذن الله عن العراق وعن شعب العراق يا رب آمين إن شاء الله آمين يا رب العالم الله يحفظكم ويوفقكم أنا أشكرك أخي كريم الشمال من الحلة كان معنا طبعا مجموعة من الكوادر التعليمية في محافظة واسط قالوا بأن الإجراءات الحكومية في مكافحة فيروس كورونا لا تزال مجهولة وغير واضحة وأكدوا بأنهم تلقوا قرار بإيقاف الدوام عن طريق وسائل الإعلام كما وأكد أهالي واسط بأنهم تلقوا خبر انتشار الفيروس في البلاد بقلق شديد بسبب ضعف الإجراءات الحكومية في الحد من انتشار الفيروس واستمرار فتح المنافذ الحدودية مع إيران طبعا توجه عشرات المتظاهرين إلى طريق مطار محافظة النجف المطالبة بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا وسط فشل حكومي في التعامل مع الأزمة والعجز عن إغلاق الحدود مع إيران وتوفير الوقاية الصحية في المدينة معنا اتصال؟ نعم أبو علي من ميسان يعاود اتصال بنا أبو علي وهو والد المخطوف المحامي علي جاسب تفضل أبو علي يا أهلاً وسهلاً وأنا أتبعين الشبكة نعم نعم مفهوم مفهوم نحن هذا الشعب وقع بين وباءين وباء الكورونا نعم ووضاع للاسف أنا نكمل حديثي سبق وان قلت لك نحن ناشد ناشدت الخيري ناشدت كل الأمنية الجهات الحزبية رفع إلى الدعوة مالتي فتشوفت الدعوة بقاعدي آخر شيء السيد مقتدر صدر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي نعم ووصلت المناشدة للسيد لكن سبحت أيام سيد غرد في تغريدة في موق قال نحن وصلت المناشدة ونحن نتخذ الإجراءات ونحن نتخذ نعم 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 الله يفرج عننا إن شاء الله الله يفرج عننا زينة أبو علي تقدر تسميми الجهة اللي خطفتة لا梦 تقدر والله هي الجهة معلومة ومعروفة بس أنا ما أقدر أسمي لان هي الدولة تدربين لأ أمن الوطن تدربين والمحكمة تدربين نعم مفهوم الله يفرج عننا إن شاء الله الله يفرج عننا أنا أشكرك أبو علي من ميسان كان معنا وهو والد علي جاسب المحامي المختطف من قبل الميليشيات منذ شهر عشرة 2019. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. السلام عليكم. الزمان 15.03.2020 الساعة وحد الظهر تقريبا المكان أربيل قرب قلعة أربيل اليوم الثاني من حظرة التجوال المفروض بسبب وباء كورونا الشوارع فارغة تماما هذا أكثر مكان مزدحم بأربيل أكثر مكان مزدحم بالناس وبالسيارات الأسواق هنا هاي قلعة أربيل الشوارع فارغة تماما إلا من بعض المعرة وطبعا لغروف الطارئ فقط تجوال وطبعا 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 التعقيم مستمر لخيم المعتصمين وتعفير المكان ورش هذه المادة لحماية الخيم من انتشار كورونا هناك حملات مستمرة لتعقيم الخيم باليوم ما يقارب أربع مرات يتم تنظيف الخيم وتعقيمها ننقبل مجاميع من المتظاهرين هذه المجاميع صحية تعفير المكان بالكامل الحملات لا زالت مستمرة داخل الساحات والمتظاهرين لا زالوا مستمرين باعتصامهم حتى تحقيق المطالب رغم انتشار وباء كورونا لأنهم مستمرين بصمودهم وقوتهم في الساحات أهلا بكم الجديد عزيزي المشاهدين في هذه الحلقة برنامجكم وصوتكم معنا اتصال أبو محمد بن بغداد بفضل أبو محمد أبو محمد أبو محمد وعليكم السلام رحمة الله أهلا وسهلا بك شون صحتيك حياك الله يا أهلي بك والله أستاذ عمر إن شاء الله ندعمنا الله أن يرحم العراقيين آمين يا رب ويرحم الأمة الإسلامية من هذه الأمراض الخبيثة لأن الله سبحانه وتعالى ما يرى في جوه الله سبحانه وتعالى ما يرى في جوه من جو دوله جابوا الديمغراطية يعني البشر ما إلي قيمة خطوا فتل ذبيع اعتقالات فجون يعني صارت خطايا كبيرة ولذلك الله سبحانه وتعالى عاقبنا وهذه العقوبة خلالناس تخاف يخاف يطلع من بيته يخاف يطلع للسوق يخاف يطلع بالشارع فهذا رعب من رب العالمين يرعب العالم هذا جند من جلود الله هذه الكارونة بس الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ندعو من الله أن هذه مرض الكارونة يصيب بس المجرمين والخاونة والقتلة يصيبهم أقود ما يصيب الناس الفقراء ندعو من الله وإن شاء الله هذه العقوبة ربانية كل مجرم كل خاتل عقوبة من الله سبحانه وتعالى نسر الله العفو لعسى نريد رب العالمين أن يأخذ حيف حيف الأيتام وحيف الأرامل والمساكين إن شاء الله نريد رب العالمين أن يقضي علىه شكل واحد ظالم شكل واحد مجرم شكل واحد خاطف شكل واحد قاتل نريد من الله أن ينصر المظلومين على الظلام ندعو من الله وإن شاء الله يحمي الناس اللي الطالب بالحق إن شاء الله يحميهم من كل مقروض وأشكره كان أستاذ عمر شكرا لك أبو محمد بن بغداد كان معنا محمد من السعودية تفضل محمد محمد تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساك الله والخير يا أخي عمر مساك الله بن نور يا أهلا بيك أبا أروح بعيد بس عن كورونا نعم تكلم فيه كريت تغريدة للحشد الإيراني قبل يومين كذا يقول الحشد باقي لين ظهور المهدي والمهدي إذا ظهر قدبياتهم بعد يقتل العرب يعني لا حول ولا قوش يعني ماكو فكة مثل ما يقولون يا أخوان هل ناس مخرفين ما نستبعد بكرة مقتدى يصح من النوم ويقول لنا المهدي ويروح يجل تفنات لكي يشاف له حل ويعطيك العافية يا أخي عمر محمد بن السعودية كان معنا أهلا بيك أبو جمانة من واسط أتفضل أبو جمانة السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله حبيب أستاذ عمر بالنسبة للوضاع العالمي الذي يضرب العالم هل تسمعني؟ أسمعك أبو جمانة نعم تفضل أسمعك عيني تفضل أبو جمانة تسمعني العالمي الذي يضرب العالم نعم والذي العراق من ضمنه تأكد أن الحكومة لنا ما بوده أنه أحد يشف من هذا المرض تقبل له لأنه خلية أزمة وخلية الأزمة ما راح تعالي شي ما هيئت أي شي للناس اللي راح تقعد ببيوتها لمدة اسبوع أو خمس ديام أو عشر ديام يعني اللي دخلها محدود واللي يشتغل بأجر يوم إذن هذا وين راح ينطو أجهه؟ ما فكروا بي ما قالوا من ين راح يأكل من ين راح يشرب زيان هم محايرين بس بنفسهم اليوم تابع برنامج على قناة يعني جايبي لهم تعفير وتعقيم المجلس النواب من ألمانيا خاص لهم زيان أنتو بس فكرت بنفسكم ما فكرتوا بهذا الشعب تعفير وتعقيم من ألمانيا بس الله موجود الله موجود ويمكرون ويمكر الله والله خير المواكرين ونعمة بالله الله يحفظكم أبو جمان الله يحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله أبو جمان من الواصل كان معنا شكرا لك أم عبد الله من بغداد فضل يوم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيك صحيح بحضرتكم إلى قناة أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك أستاذ هذا مرض كورونا هي كلها بسهر اللي يصير الحوادث في العالم العربي والإسلامي والعالمي كلها لعب استصادية كلها في سبيل ضرض مصالح الدول الفقيرة وضرض مصالح الدول العراجية والإسلامية والدول الأخرى في سبيل أنه تظهر أمريكا والدول الأوروثية المظهر الفائد على الدول العربية خاصة حتى يعني سمرت كورونا هو لعبة اقتصادية قامت بها الصين في سبيل أنه يعني كله في سبيل أنه ضحت بقسر من شعبها في سبيل الشعب كله فقامت بعملية أنه صار هذا المرض وصار به تهويل ومخاطر وفزع للصين واللي هذا الشيخناه بالأخير أنه صار هي القضية قضية اقتصادية أنه كل السندات أو الأسهم الأمريكية التي كانت تمتلكها من الصين ودول الأوروثية قلت تمنهض خاصة في هذه الفترة فسوت الصين اشترتها وأصبحت أرباحها كلها إلى الصين وهذه هي لعبة اقتصادية مع العلم أنه ترأيكم مصل أو لقاح لهذا المرض وهذا كله في سبيل حتى نحن في نسبة الدول العربية فمن جوابنا أي الشلة كلها الشلة ترى لا تعرف الله ولا تعرف لا أدها أي قاعدة من قواعد الحكم كلهم الناس حفات لا يعرفوني شون يحكمون الناس قاموا رأساً بعملية اقتصاد أموال الناس وموتهم من الجوع هدموا المحافظات كلها وأصبح الصادق في نظر الحكومة هو كاذب خانة والأمانة هذه الحكومة خانة الأمانة ضد الشعب الإراقي نعم وهذا أفرح الناس نسأل الله أن يحمي الجميع أنا أشكر شمع عبد الله من بغداد كانت معنا طبعاً النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي حذر من استمرار الاستهانة كما سماها واللا مبالات في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من وباء كورونا في العراق وقال الكعبي بأن دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجارات هذا الوباء داعياً إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي تصدرها خلية الأزمة والجهات الطبية المختصة للبقاية من فيروس كورونا ومنع انتشارة فيها البلاد وإحنا شفنا هذا الفيروس السوء على حالة الطوارئ القصوى في أمريكا اليوم الرئيس الأمريكي يصرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأسوأ السيناريوهات لمواجهة هذا الفيروس فهذا الفيروس ما يعرف يعني انتشار في البداية بالصين وبعدها راح الدول الأخرى مثل إيران وإيطاليا ووصل الأمريكا وتقريباً انتشار في كل أنحاء العالم معنا تصال صباح من بغداد فضل صباح رحب بيكم ومقناتكم هياك الله يا أهلا بيك أهلا وسهلا بيك بالنسبة خلنحكي بموضوع وزارة الصحة يعني من 2003 لحد الآن وزارة الصحة شنو كان يعني دورها يعني كل الوزراء اللي صارهم بإشراف رئيس الوزراء ونعرف احنا المرجعية خيمة فوق كل الحكومات المتعاقبة من 2003 لحد الآن يعني كل وزير صار وزير صحة شنو اللي قدمت قدمه للعراقيين سواء بجنوب العراق أو بوسط العراق شنو اللي قدمه من بناء مستشفيات أو تأهيل مستوصفات أو يعني حتى هاي الكوارث الأخيرة اللي راح تصير حاليا كل العالم شوف الدول يعني متهيئة وماخذة حيطة الحذر وعدها الإمكانية المادية ويوزعون كمامات وغيرها وبالشوارع يطهرون بيها وحذر وغيرها العراق شنو إمكانيتها ما عدنا أي إمكانية كل الوزراء اللي صارهم دمرهم مزارة الصحة لا بناء مستوصف براسة خير سواء كان بالجنوب أو بالمناطق الغربية أو مستشفى درجة أولة واحد يفتخر بيها في سبيل يقول نحن نريد ندافع على وزير أو ندافع على وزارة أو نقول لهم يابا بناء مثلا بناء مستشفيات ومستوصفات وواحد ليه يحتعليهم والكادر الموجود الطبي مؤهل أن يقود هاي المرحلة للأزمة القادمة يعني كل الدكاترة اللي بروفيسور وغيرها وعند شهادات عليا الأساتذة تم قتلهم على إيد جيش المهدي وغيرها الميليشيات وتم تهجير الفئة الأكبر اللي هي العقول اللي قدمت للوطن قبل 2003 وتم تهجيرهم الآن نحن نعرف الكوادر الطبية كلهم ناس مكفوئين يعني ناس ما عندهم خبرة وتجارب اللي موجودين الأغلبية يعني 80% من الوزارة الصحة ما عندهم القدرة يعني أن يقودون هاي المرحلة القادمة وأحنا نعرف الأراقيين حاليا هذا المرض يعني جاي يغيش مراحل يتطور أو بيئة موجودة هو المرض بس لحد الآن ما انتشرب كثافة الله يستر على كل الناس سواء بالجنوب بشمال العراق بكل الكرة الأرضية المرض ما بيشماته لكن الدولة هاي الدولة اللي ترعاها المرجعية ما قدمهم شيء وليهمهم هس لو يموتون آلاف مؤلفة من العراقين بهذا المرض الله يستر يعني متهمه الحكومة بالعكس يقول لك احنا رح نخلص من ساحات الاعتصام ورح يصير حضر تجوال ورح غير يهمهم لن يبقون قاعدين على الكراسي أما خدمة العالم والتقديم خدمات للناس ما يقدرون يعني حكومة عاجزة وفشلة وزارة الصحة وكل الوزارات التعليم والزراعة والكهرباء يعني ما عندهم في شيء إنجاز واحد يدافع عنهم ناس سراق وعملاء اللي عميل للأمريكان وهم محتلين أمريكان واللي عملاء الأغلبية لإيران وشوفوا شو وصلتنا إيران إلى مرحلة مزرية يعني يا مطل الناس المرضى لعدهم ينقلوهم طائرات أو الحدود مفتوحة لحد الآن البارحاكو حادثة بالكوت ثلاثة عوال جائم قريبهم زين انتجوا وين الرقابة مع الحدود وين السلطات وين المحافظ وين قائد الشرطة شنو هالتسيب وبرواح الناس يعني ما يكفيهم من 2003 لحد الآن هاي المصخخات والأرهاب والميليشيات اللي دمر من العراق بيها لي وين يريد يوصلونا بعد يعني لي وين يريد يوصلون العراقيين يعني إذا صار هذا المرض انتشر بالعراق ما عدنا الإمكانية احنا لا الإمكانية المادية ولا الإدارية ولا حتى مكانات يحجرون بها العالم يعني راح يقتلون شعب كامل والناس ساكتلون نسأل الله أن يحمي العراقيين وأن يحمي الجميع أنا أشكرك الصباح من بغداد كلام معنا علي من الرمادي تفضل علي السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله يا أهل بيك شونك حبيب قلبي حياك الله يا أهل بيك أهل وسهلا بيك تحية لكم والمتابعين الكرام الله محييك حبيبي احنا حاليا بالأنبار الرمادي نعم يعني يقول لك احنا نواجه فيروس كورونا فيروس كورونا يعني احنا من بعد تحرير داعش وطرد داعش من المحافظة لحد الآن مستشفى يعني للأنبار ما عدنا مستشفى اللي هو مثل ما موجود أو مطلوب احنا مستشفيات يعني احنا ما عدنا يعني بعد التحرير مستشفيات ما عدنا يعني للأنبار يعني شون يريدوا يواجهون فيروس كورونا وتعال يعني بس بالأعلام يطلعوا لك الشوارع نظيف وهذه تعطب بالداخل المدينة نشوف الوطاقة وشوف هذه يعني يعني ماكو ماكوش حكومة يعني عميلة يعني حكومة يعني دمارات الشعب لا حوله لأقوة الله يعني مستشفى الرمادي كبير ما رجعت تشتغل مثل قمي والله مستشفى الرمادي كل من يقول لك يرجع يعني هو يعني من زمن صدام يعني بناء صداموا يعني أنت تنتكر على حكومتنا هذا تبني لك مستشفيات وتبني لك شي يعني تطوير لا والله ماتو هذا الشي احنا نطالب من خلال قناتكم بأن الحكومة أو المعنيين بهذا الأمر يعني انظرون إلى حالة نهلة الرمادي لا بس يطلعوا لكم مش كم شارع سواهن وريد يقنعون الناس تعال شوفوا محترامات عكم الجيفة اللي موجودة جوه لبيوت شوفوا حي البكر لحد الغان ما حد دخلها لا منظمات ولا حكومة ولا كل شيء يسوون الشوارع ويصورون يقول لك حتى احنا محافظتنا حينا وحينا والله كلها بوق تعال شوفوا الشوارع داخل السوق يعني داخل السوق الأنبار شوفوا السوق قليتة يعني ما احتراماتكم قليتة زبال يعني ما معرف شنال حكومة حكومة عميلة يعني بس بوق ويريد يعلون حالة طوارئ وذاقي يوم يعني 500 إيراني جوابوهم من سوريا تهريب للأنبار جوابوهم ها والله يعني ذول إيرانيين ولازم نعويهم ونقدمهم خدمات يعني هم يسدون الطرف بين المحافظات العراقية والحدود مكتوحة ويأيران ويجبون عوائل إيرانية يعني عوائل مسؤولين للإيران أنا أشكرك أخي علي من الرمادي صراحة هو واقع الصحي بالعراق وكافة النواحي الخدمية والصحي بالعراق يعني يرثى لها مع الأسف وجدان من ذيقارت فضل وجدان أهلا وسهلا والله العظيم لعبة نفسنا ملينا تعبنا يعني ما نسير هكي زين هاي الأمراض الجاي تجيني إذا عرفتوها من إيران ليش ما تسدون خدود الإيران يعني أنتم مددون أنتم حكومة وجدتها ومستيقرين عن الوضعية ليش ما تسدوها ليش تجيبون الأمراض للناس ليش ليش مقطية هاي الأبطال شمي ذنبها وإحنا حتى ما عدنا يعني ما عدنا علاج ما عدنا بالعراق زين لولا يعني ليش هما هيشي لدمرون العراق ليش الشهداء هاي الراحل شن ذنبها هاي الناس شن ذنبها يعني هما ما يحسون معتهم غيرة شوية خلوهم غيرة شوية ينتبهون للعراقيين ينتبهون هاي المستحق إذا لا بستتباك على أولاكها زين وبعد يجابونا الأمراض للإيران هاي الصواريخ اللي جاي تضرب بينا ليش يشي يعني نحن صرنا ضحية لأمريكا والإيران يعني إيران سوها وانتجة وانتجة وظل العراق ضحية استعصاروا حتى الحجدة ما خلص من عتهم ليش احنا أولاد نشرب ليش أولاد المنحة يعني ليش شوية جاي تروح يعني خايف ما خافون على أولادهم هم أولادهم بالقارج متونسين ومصطاحين وإحنا نتعبانين والله تعبنا والله ملينة يعني ليش شوية ما يحسون بينا زين إحنا نجاي نعاني زين لولا أستاذ والله تعبنا والله دخنا زين لولا ليش شوية يتكلم بالشعب العراق يعني كنا صدام ظلمنا وحيث هم ظلمونا ما يصير لازم يحسون بينا شوية إحنا مهات إحنا مهات نخاط على أولادنا ليش هي تي أولادنا جاي تروح من دينا ليش شباب كيش ما شاكت بعمر الورد كيش مشاكت زين وأشكر أكو نسأل الله أن يحفظكم نسأل الله أن يحفظكم يحفظ الجميع آمين يا رب العالمين دعونا نقرأ ساوة ساب زهراء من العمارة تقول فيها الدول المصابة بفيروس كورونا يحجرونها في فندق خمس نجوم وموفري له كل شيء بالعراق يحجرونها مستشفة في ضمن المطر وكل هزبالة حيشاكم وعبالك محاجزين عبالك بسجن محافظة ميسان تقول من ألمانيا تقول السلام عليكم قناة الرافدين تقول ليش هو من اللي يخطف في المواطنين غير الميليشيات والحكومة بالتفق معهم نعم رسالة من ندى من الدنيا مارك تقول مرحبا أستاذ عمر استغرب استمرار الطيران بين إيران والعراق وكأنما مطارات العراق في وادي والعالم في وادي آخر أكثر دول العالم أغلقت الحدود والمطارات للحد من انتشار الفيروس وزارت الصحة في أسوأ حالة الله ينجي العراقيين من شر الفيروسات والابتلاء بهذا النظام الفاسد آمين يا رب العالمين رسالة يقول من يحمي المواطن من بطش الأشرار محامي ميساني يخطف وأهله لا يعلمون عنه شيء يقول القوى الأمنية التي واجبها حماية الناس يقول فلا قانون في العراق مع الأسف رسالة يقول فيها أبو عمار بن السويس السلام عليكم استاذ عمر يقول قرار حضر التجوال لمدة أسبوع زين إذا يصب بمصلحة الشعب لكن يقول أتوقع الميليشيات رح تسيطر على ساحة التحرير ويستغلون بتنصيب رئيس وزراء من أحد الوجوه الكالحة كما يقول من الأحزاب وإعادة وإلغاء استقالة عبد المهدي مع تحياتي لكم أبو سعد من بغداد يقول السلام عليكم يقول تحية لقناة الرافدين أسأل الله أن يحمينا ويحفظنا آمين يا رب العالمين من هذه الأمراض ومن هذه الوحوش المفترسة وهذه العصابات يقول نهايتهم قريبة يقول إن شاء الله إننا فرعون وهامان وينهم يقول نهاية الجواسيس والعملاء والمخبر السري وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيز المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة